برج حتى بتسانوا وعملين ايه؟ من رب تكونوا بخير دايما. عاملين في بتاعتنا وان شاء الله نهدا نشتغل في يونت 11. هنعمل تغطية شاملة على اجزاء يونت 11. وبزر لو بتكلم على القواعد او لانجوج نوتس الملحوظات اللي هوية وكمان الكلمات. نركز مع بعض ونشوف ايه الاخبار. نهاردة نحل الدحان من الحاجات المهمة زي ما بقول لكم دايما. عايزين نعمل ونشوف ايه الاخبار. تعال نشوف اول question. الحكومة بتاخد اجراءات صارمة. كما الستريكت يعني صارم. فالحكومة بتاخد اجراءات صارمة ضد الناس اللي هما التجار اللي بيعلوا مثلا الاسعار بشكل غير قانوني او بشكل غير شرعي. فكيمة معناها بشكل غير قانوني او غير شرعي. الاختراط الموجودة عندنا كيمة raise. raise معناها يرفع. وتنفع طبعا لان كيمة raise معناها يرفع. وممكن تيجي بمعنى يا ربي. وممكن تيجي بمعنى يجمع. يجمع فلوس مسلا. وممكن تيجي بمعنى يسير زي raise questions يعني يسير التساؤلات. raise الماضي منها raised والتصريف الثالث او ال past participle برضو منها raised. ودي معناها يرفع وهناك معنى مزبوطة. وخلي بالك ان كلمة raise يعني فعل متعدي. بيتحط بعدين مفعول. فكده مزبوط. معناها يرتفع. والفعل يرتفع او ما يجيش بعدين مفعول. الفعل ده يعني فعل لازم. لا فعل اللازمة ما يتحطش بعدها مفعول. كيمة برضو الماضي منها. وزي ما قلنا دي معناها يرتفع. فما تنفعش هناك معنى ولا تركيبة. ما يتحطش بعدها مفعود. arouse بتيجي بمعنى يسير. زي مثلا يسير المشاعر او كده. وهناك معنى مش هتنفع. arise بتيجي بمعنى ينشأ او يزهر. والماضي من كلمة arise arose. والتصريف الثالث منها arisen. وكلمة arouse الماضي منها aroused. والتصريف الثالث منها aroused. معنا نشوف السؤال اللي بعد. الناس نادرا ما بتزوروا. يعني هنا المعنى هنا negative. نفي. في الراجل ده اكيد مثلا حزين حاسس بالوحدة. كيمة familiar معناها مألوف. متنفعش. social معناها اجتماعي يعني متعلق بالمجتمع. social. insulated و isolated. isolated معناها منعزل. منفصل عن الناس. insulated او insulation دي ممكن تيجي بمعنى يعزل او يفصل حاجة عن حاجة. زي مثلا يفصل الحرارة او يعزل الحرارة دي اسمها insulated. insulated او insulators او insulation. فمنفعش هنا كمعنى. لكن هو وحيد او حاسس بالوحدة او حاسس انهم منفصل او منعزل. بقى لجابة صح. isolated. next one. the first language you learn as a baby. اللغة الاساسية. او اللغة بتتعلمها وانت baby. وانت لسه طفل. هي اللغة الام او اللغة الاساسية. unknown يعني غير معروف. mother tongue. اللغة الام يعني اللغة الاساسية. foreign language دي كده لغة اجنبية. second language هي اللغة التانية. مش اللغة الاولى. next one. he is a space. he is able to speak three languages. يقادر ان هو يتكلم تلات لغات. dumb معناها اف كم وممكن تيجي معنى احمق. mute يعني صامت. bilingual اللي هو بتكلم لغتين. متحدث. لغتين. multilingual. يتحدث اكتر من لغتين. متعدد اللغات. لو بتكلم لغة واحدة بس اسمها monolingual. next one. what are the space that give egyptians a unique identity. ايه الخصائص اللي بتدي مصر هوية فريدة. unique identity. تعالا نشوف الاختيارات. طبعا هنا عايزين حاجة positive. كيمة unique معناها فريد من نوعه. فالتون هنا تبقى positive. demerits معناها عيوب. characteristics خصائص او سمات. هتمشي. characters اللي هي شخصيات. quantities يعني كميات. next one. unfortunate to have two cultures in my family. انا محزوز ان فيه ثقافات مختلفة او اتنين من my family. fortunate معناه محزوز هو عايز المعنى. المعنى بتاعها مثلا lucky. محزوز. اهي. عكسها ايه عكسها unlucky. غير محزوز او unfortunate. terrible معناها سيء ودي حاجة negative. unlucky برضو دي حاجة negative. miserable معناها تعيس ودي حاجة negative. هو عايز synonym يعني المعنى. او المرادف. leila warm in the space her son who was very afraid. الولد ده كان خايف جدا. فهي عملت ايه بدفء او بحنان. and he soon felt safe حسب الامان. فهي حضنته. اللي هي embrace. embrace ممكن تيجيب معنى يحضر وممكن تيجيب بمعنى يتبنى. يتبنى مثلا project. embrace a technique. يتبنى تكنيك. اسلوب. trace ممكن تيجيب معنى يتعقب. نفعش برضو كمعنى وهيت يضرب وكيك معناها يضرب. Egypt has a rich history. مصريها تاريخ غني. which is space back thousands of years. اللي هو بيرجع تاريخه الى. يرجع تاريخه الى اللي هو dates back thousands of years. كلمة date back اللي هو يعود تاريخه الى. اوكي. next one. برضو خلي بالك كما pretends زر هي معناها يتظاهر. يعنشوف number nine. in some countries. وبعض الدول. there may be one space language which is usually the one used by the government. اللي هو اللغة الرسمية. اللي بتستخدمها الحكومة يعني. silent يعني صامت. temporary. معناها مؤقت. ايه اللغة اللي بتستخدمها الحكومة او حاجة اساسية. dominant. dominant معناها مسيطر او مهيمن. اللي هو السائد. يعني اللغة السائدة. next one. knowing about your family's roots. انك تعرف يعني الاصول بتاعت عيلتك. helps build a sense of a and brings you closer to older relatives. يعني انك تعرف يعني ال roots. الاصل. الجزور بتاعت عيلتك. فدي بتديك شعور بايه. احساس بايه. بتديك الهوية يعني. identity. معناها هوية او الانتماء. quality. انتيج بمعنى صفة. ممكن انتيج بمعنى جودة. humor اللي هي فكاهة. انفعش كمعنى. horror معناها رعب. number eleven. babies. walking later than eighteen months. الاطفال الصغيرين دول اللي هما بيمشوا يعني. walking later than eighteen months. بعد اكتر يعني او يتخروا اكتر من تمنتاشر شهر. are space as slow walkers. بيتصنفوا ان هما ايه بيمشوا ببطء. هنا عني كيمة considered. السؤال ده مهم جدا. كيمة considered ما يجيش معاها as. احنا انطيع الى choice c. كيمة consider معناها يعتبر. لو انت عايز تحض considered هي تشيل as. يعني are considered slow walkers. classified as. يصنف. وديت تاخد as معاها. rank. somebody. او something as. regard. يعتبر. somebody او something as. فدول هايخدو as. think of. يفكر في. think of somebody or something as. واجيب ناون طبعا بعده. يبقى classified. يعني هما كده مصنفين. معمولة مبدل مجهول. as slow walkers. entire considered. عشان considered مش هيجي معاها as. appear معناها يظهر. ودي ما تجيش مبدل مجهول. كده كاتب or قبله. without. مفروض تبقى thought of as. next one. tourists. السياح. leave the country. fascinated. منبهرين. متفسانيت معناها يبهر. فالسياح بيسيبوا البلد منبهرين. by the places they visited. الاماكن رزروها. and the hospitable people they met. والناس اللي هما عندوهم كرم استضافة. this shows the tourists. ايه. الناس بقى منبهرين بيقدروا الحاجات دي. بيشكروا الناس اللي هما استضافوهم عندهم كرم في الضيافة. dissatisfaction معناها استياء. ايه رأيكم؟ دي حاجة نجرب. infraction. over action. satisfaction. satisfaction معناها رضو. راضي يعني. next one. there are 16 other spaces spoken round the country. فايبه اللي متحدث او اللي بيتكلموه في country. في كل انحاء البلد. for example in nubia people speak nubian. يبقى هنا محتاجين ايه? محتاجين اللهجات اللي متحدثة او الناس بيتكلمها في ال country. symbols معناها رموز. dialects. dialects معناها لهجات. واللهجة بتكون جوه المكان. اكتر من من لهجة جوه المكان نفسه. انما languages دي ممكن تبقى لغات ودي تبقى الدولية او حول العالم. codes يعني شوفه رض. انا ممكن اترى الترويس ايه ودي اللي هما قريبين من نسبة كبيرة البعض. النوبية. the nile valley. you will see monuments. هتشوف اثار. that is space famous fairies like خوفو. جوسر. وامنهارب. وكفرع. كل الناس دي. فهنشوف monuments. اثار. الاثار دي اللي بتعمل ايه. cultivate. ينمي. هل بتنمي الفراعنة. للمشاهير دور. eradicate معناها يمحو. او يزيل. commemorate. يحيي ذكرى. تحيي ذكرى الناس دي. communicate بتيجي معنا يتواصل. متنفعش برضو هنا كمان. the space of people live in the desert. في الصحراء. most people live in cities. معظمهم بيعيشوا في cities. towns. or villages. يبا الاغلبية بيعيشوا في الدزرد. ولا الاغلية بيعيشوا في الدزرد. في الصحراء. minority يعني عدد قلي. majority يعني اغلبية. population اللي هو التعداد السكاني. تعداد السكاني هنا ما تنفعش. السكانية. whole يعني الكل. هل الكل بيعيش يعني في الصحراء. رجابة الصحة تبقى minority يعني الاقلية. عدد قليل اللي ممكن يعيش في الصحراء والاماكن دي. لان الاغلبية. most people. الاغلب هما اللي بيعيشوا في cities. next one. space is the way in which a society deals with cultural diversity. الطريقة اللي بيتعامل بيها المجتمع بالتنوع او الاختلاف الثقافي. both at the national and community level. multi lingualism اللي هو التعدد اللغات. multi culturalism اللي هو التعدد الثقافي. وظل حاصل. multi media الوسائل المتعددة. multi course المتعدد. كلمة multi عن مدى متيجي المعنى متعدد. okay. we are keen to perform the task well. we are keen. عندنا شغف متحمسين. عايزين ننفذ task بشكل كويس. keen is the opposite. opposite. يبقى عايزين الضد او التضغط. المقابل. عكس. فعايزين عكس كلمة keen. keen قولنا معناها متحمس لحاجة زي enthusiastic. معناها متحمس. uninterested تنفع. ان احنا عايزين العكس. كلمة keen ممكن تيجي المعنى interested. عكسها ايه? uninterested. fund. fund of. شغوف بي. hopeful. عنده امر ان يعمل حاجة. كل ده التون بتاعته positive. ما فيش غير choice c. التون بتاعتها negative. وبالمناسبة كلمة disinterested اختلف عن uninterested. disinterested معناها غير متحيز. يعني التون بتاعتها positive. حلوة يعني. نما uninterested يعني غير مهتم. نشوف اللي بعدها. try to be optimistic. حاول تكون ايه? متفائل. don't let this little instant. ما تخليش الحدث البسيطة دي. space your day. تباوز لك يومك يعني. make your day. دي مفرد انها positive. spire. يفسد. ما تخليش حدث زي كرة تفسد يومك. despite living in a nice villa. الرغم ان انا عيش في villa حلوة. i realized. ادركت. ادركت ايه? ان i was a space after i had spent a few months in london. i missed my family so much. ادي الاجابة هن. i missed my family. شطقت العيلتي. يبانا حسد بايه? i was home sick. home sick يعني عنده ايه? حنين للوطن يعني. home made يعني مصنوع في البيت. home built مصنوع في البيت. مبني في البيت. homeless يعني متشرد. الاجابة الصح. home sick يعني عنده حنين للوطن يعني. عنده حنين للوطن. next one. the wound is gapping. the wound اللي هو الجرح. الجرح يعني مفتوح. the bandage must be space enough to stop the bleeding. المفروض البانج الدماطة تكون شديدة. مجدودة يعني. تبع ضغطة يعني على الجرح ده علشان تعمليه توقف النزيف. in bleeding معناها نزيف. فالمفروض تبقى tight enough. tight معناها مجدود. loose عكسها. مفكوك. baggy. تجب معناه واسع. light. light يعني خفيف. على الجرح بس صح tight يعني مجدود. next one. my brother is bilingual. فكلا بتكلم لغتين. he speaks two languages. فبتكلم لغة واحدة بس. تبقى monolingual. it wasn't easy to space well to change his mind. يعني ما كان جسار ان انا اقنع وائل انه هو يغير. يغير ايه وجهة مظره او قراره. and get him to spend the mid year holiday in us one. فما كان جسار ان انا اعمل ايه؟ كلمة make مبدئيا ما بتاخدش معها تو. فخلي بالك. لو كانت make يبقى make واقل. change his mind. make somebody تاخد معها infinitive على طول. cause somebody تاخد تو المصدر. فلو عندي cause somebody تاخد تو. هي مبدئين مفيش cause. force معناه يكبر او يرغم. هي بتاخد تو المصدر بس كمعنى ما ينفعش. لأ معناه يسمح. ودي ما بتاخدش تو المصدر. بتاخد المصدر على طول. convince يقنع. ودي الاجابة اللي احنا عايزينها. يعني ما كانش سهد انا اقنعه ان هو يعمل كذا. والاجابة هنا. on purpose يعني عمدا عن قصد. مبدئين محتاجين adverb. محتاجين حال. ليه؟ عشان نوصف الverb اللي هي كلمة hit. هدى الفعل. والفعل هيتوصف بايه؟ بحال. بحال احنا عايزين الواي. هتبقى يعني قصدا عمدا عن قصد يعني. معناها بشكل غير مقصود. intentional يعني مقصود. معناها بشكل غير مقصود ودي عكس الاجابة. it is incredible. لا يصدق. that the old man survived. استحالة يكون هو نجا. that terrible accident. incredible here is a synonym for a. incredible. لا يصدق. يبقى unbelievable. لا يصدق. believable عكسه. imaginable يعني ممكن يتخيله. حاجة ممكن يتخيلها. supposible جاب معنا من مفترض. يمكن من suppose يعني يفترض. next one. a space is a place with water and trees in the desert. هي المكان اللي بيكون فيه مية وبيكون فيه أشجار في الصحراء. ليه الواحة. واحة يبقى waces. depression يعني اكتئب. temple معناها معبد. island معناها جزيرة. دي مش بتكون في ال desert. i'm proud that one of my space shared in establishing the local museums hundreds of years ago. hundreds of years ago. يبقى انت بتكلم على حد صابق. زمان يعني. من الأسلاف او الأجدد. عزين أسلاف او أجدد. يبقى one of my ancestors. هما الأسلاف. fathers. دلل هما الأباء. grand children. ده كده الأبناء. الأحفاد. وصنز يعني أبناء. the festival starts with a parade. الاحتفال بيبدأ بموكب. parade. space dancers and musicians from different cultural traditions. يبقى الاحتفال ده بيبدأ بparade. الparade ده بيعمل ايه. containing معناه يحتوي على. هر الله. الparade بيحتوي على dancers, musicians. including بيتضمن أو بيشمل. لأن الparade مش حرفيا جواه dancers. لكن هو بيتضمن بيشمل. consisting معناه يتكون. ودي مفروض تبقى consisting of. يتكون من. appearing معناه يظهر وما تنفعش هنا كمعنى. كما تأبير مقدرش أجيب بعدها مفعول. ليه لأن الفعل ده فعلي لازمي. okay next one. the lady had been accused of murder. يبقى اللادي الستة دي اتهمت بالمردر. بجرينة القتل. but with the help of her lawyer. لكن بمساعدة المحامي. she was a. اطلق صراحة. عايزين حاجة تيجي بمعنى اطلق صراحة. acquainted معناها يتعرف على. ننفعش كمعنى. acquitted. acquitted معناها اطلق صراحة. يبرق. طرع البراءة يعني. charge معناها يتهم. change معناها يتغير. the criminals were spaced up and sent to prison. the criminals المجرمين اتقبض عليهم. اتقبض عليهم. اتربطوا. tied up. لو فيه arrested طبعا تنفع. arrested بس. مش arrested up. كلمة blow. blow اللي هي معناها ينفخ. blow up ممكن تيجي بمعنى يكبر او يفجر. on معناها يمتلك. نفعش كمعنى. مش made up. make up ممكن تيجي بمعنى يختلق. يختلق مثلا كسه. i gave you my word. بيتلك وعد يعني. i will visit you next week. وعدتك. i gave you my word. معناها i promised you. انا وعدتك. اوكي. تعالا نشوف اللي بعده. structure. تعالا نشوف grammar. اخبره ايه. اول واحدة. unfortunately. لسوء الحظ. it was only a one year guarantee. guarantee يعني ضمان. يعني ده كده ايه. ضمان لمدة سنة. came with the fridge. الضمان ده اعود عليه بايه. where. where is they. ما ده place. what. ما تعدش على كلمة قبلها. which. which عيد على الضمان. who عايز شخص. next one. do you know the manager. with. مبدأين حروف الجر. ممكن احط بعدها هوم. او احط بعدها which. which لو شيء. whom لو اشخاص. ما نفعش اقول. with who. ولا with that. حط في دماغك كده. with. ما يتحطش بعدها that. او who. نعمل لها كده. ليه؟ لان with ده حرف جر. حرف الجر احنا محتاجين بعدين مفعول. ولذلك انا هقبل with whom. عشان هوم بتيجي مع المفعول. او with which. اللي هو بيتكلم عن شيء. دي شيء. with whom شخص. يبقى اللي تحت كده هي اللي مقبولة حتى الان. انما اللي فوق دي فيها مشكلة. فممكن نكتب كده برضو مع بعض. in preposition. يعني حرف جر. ممكن اجيب معها هوم. وممكن اجيب معها which. ديها تبقى صح. فقه دي with. تبقى with whom. ليه؟ عشان عيد على شخص. the manager. اللي هو المدير. اوكي. تعال نشوف next one. the accounted space we employed last month. the accounted هنا في الجملة دي هو المفعول. انت لو رجعتها زي ما كانت. we employed the accounted. هو هنا مكانه مفعول. كلمة what ما تعدش على كلمة قبلة. which ما تنفعش. عشان هم تكلم عن شخص. محاسب. who's بتدي ملكية. no relative pronoun. خلي بالك في الانجلش. ينفع اجيب. noun. noun. verb. لو عندي اسمين ورا بعض. وعكده فاعل. اعرف ان كان فيه ذات في الجملة. دي بس هو شاطبها. يعني هنا. the accountant. ده اسم. we لضمير بيحل محل الاسم. employ the verb. فاعرف ان كان فيه ذات في الجملة بس هو شاطبها. طب لو في الاختيارات مثلا ذات كانت نفعة a. لو في الاختيارات طيب كلمة whom. كانت نفعة i. thank you for presenting space thorough lecture. thorough معناها شامل. ودي صفة. بتوصف كلمة lecture اللي هي محضرة. وهنا بيدين الفارد من كلمة so such. كلمة سو عمتا بحط بعدها الصفة او الحال. يعني مثلا so interesting. so quickly. انما such بجيب بعدها الاسم. حتى لو في صفة بس لازم يتحط اسم. فقول مسلا such a clever boy. هنا عندي اسم. طبعا حطينا a عشان هو ولد واحد بس. يبقى كلمة such مبدأين هجيب بعدها الاسماء. طب لو هم ولاد كتير. فهتبقى such clever boys. وقتها اهمش هنحط اي article هنا. ليه عشان كلمة boys جمع. احنا بنحط a او an لو هي مفرد. طب لو كلمة مسلا ما بتتعدش. زي كلمة weather. weather دي مش بتتعد. فهتبقى such nice weather. بدون a او an. هنا عندي كلمة lecture. lecture دي مفرد. وبتتعد. فهنحط a. تبقى such a thorough lecture. قلنا لو سو هنحط بعدها the adjective في الصفة او الحالة على طول. such كان ممكن اجيب بعدها جمع. زي مثلا such nice stories. او ممكن اجيب بعدها كلمة بتتعدش. كلمة enough معناها كافي. ممكن اجيب بعدها جمع او حاجة ما بتتعدش فهتبقى مفرد. زي مثلا. enough money. فكده دي لا تعد. enough people. وكده بتتعد وجمع. دي لازم تيجي مع ايه مع حاجة تعد عشان تبقى جمع. حاجة مفرد يعني لا تعد. the person is face acts are irresponsible. وacts هنا يعتبر اسم. عشان are ده الفعل. حلو خالص. يبقى احنا عايزين نحط ملكية. احنا رشينا the person. كنا نكتب مثلا his او her acts. يعني في ملكية. ايه اللي بيدي ملكية من الاختيارات whose. whose بتدي ملكية بتحط بعدها اسم. acts ده اسم هنا. وادي الفعل are. مالو بقى the person whose acts are irresponsible. مالو is usually unreliable. the tv space i bought last month. tv هعود عليه بشيء. حط which. مش هحط عليه. that تنفع. the tv that i bought. or which i bought. وات ما تعودش على كلمة قبلها. when they عايزة time. what. next one. she forgot to bring back her friend's camera. نسيت تجيب الكامرا بتاعد صحبتها. صحبتها. space she had to apologize. مبدأين لما تحس ان في حروف جرب يلعب عليها في الحاجات دي. مع relative pronouns. ابدأ الجملة بالعكس. يعني هنقول ايه. she had to apologize for forgetting the camera. apologize for يعتذر بسبب او الاكل. هتبقى for which. مش at which ولا which ولا that. next one. do you think french is a space all over africa. ماشي. هنوصف طبعا الفرنش. الفرنش is a. is speaking. ولا is spoken. نعملها مبدل المجهول. ان الفرنش دي اللغة. مش هي اللي بتتكلم. لا الناس هي اللي بتتكلمها. او بتتحدث بيها. يبقى french ده. هو ال object. هو المفعول. فنعمل مبدل المجهول. هتبقى is spoken. فاحنا هنطير speaking. is widely speak ولا widely spoken. spoken ده تصريف ثالث. كده معمولها مبدل المجهول. وهنوصف الفعل او التصريف الثالث بadverb. يعني بحال. تبقى is widely spoken. he showed me all the space he had brought from the book fair. وفيه هنا نوت مهمة جدا. الفرق بين كلمة which وكلمة that. في بعض الexpressions لو تحطت بنستخدم معاها ذات مش which. منو مثلا كلمة old اللي هي مذكورة هنا. منو مثلا كلمة much. ولك مثلا there isn't much that I can do. مش which I can do. مني نفس الفكرة. nothing. there is nothing that I can do. مش which I can do. فيه expressions اهي. لما تيجي في الجملة هنستخدم تيمة ذات مش which. I think that Chinese is a space difficult that I can't learn it easily. خلي بالك من الحتة اللي جاي. so such عمدا الرد بتاعها الناحية التانية ذات. يعني so such تاخد ذات. ليه معناها لدرجة. وبعد ذات بنحط جملة. إنما كلمة enough. وكلمة to بتاخد to المصدر الناحية التانية. هنا حطت ذات. وحنا نطير enough. كلمة difficult دي صفة. إزاي حط معاها a. إن مفيش أصلا اسمي في الجملة. يبقى هنطير such. إن such بتيجي مع الأسمان. سو هي اللي بيجيب بعدها الصفة أو الحال. I don't know space this strange man is coming from. ما أنا بتكلم عن المكان. ما عرفش هو جاي منين. يبقى I don't know where he is coming from. Do you know space your uncle is coming back from Algeria. هنا ممكن أسأل عن time. هتعرف هو جاي إمتى. when. مش هتنفع where. عشان هو مديني الplace أصلا. وهو بتدي ملكية يعني محتاج بعدها الاسم. وهو بتكلم عن الشخص. وهنا مش مديني شخص. أنا بتكلم عن إيه؟ عن time اللي هو هيجي منه. أو هيجي فيه من ألجيريا. مايش؟ يبقى دي اللانجوج اللي هي الناس بتتكلمها أو تتحدثها. فلأ قلت مثلا إن دي اللانجوج which is speaking. لا مش هيه اللي بتتكلم. مش هيه اللي بتتحدث. الناس هيه اللي بتتحدثها. فلازم نعملها مبدل المجهول. يعني هتبقى verb to be will pass participle. فلازم تبقى pass participle. فرجاءة بتاعتنا هتبقى D أو A. بس هنا which is spoken. وفروض تبقى which is spoken. لأن معرلة pronounce ضمائر الوصل لازم أصرر فعل. فالشويس دي فيه مشكلة. فالإجابة الصحة تبقى spoken. تصريف ثالث. spoken هل هي معصوب بيها which is spoken. لما بنحط pass participle. تصريف ثالث. بعد اسم بيكون بيوصف وصف دي. يعني the language is spoken. معصوب بيها the language which is spoken. أو that is spoken. يعني نشوف اللي بعد هو ابطال. it is a space fact. تمام. فاكت دي اعتبر اسم. وهنا it is a space fact. هنوصف الفاكت إن هي ايه. هي اللي بتعرف ولا معروفة؟ معروفة. يعني عايزين تصريف ثالث. past participle. وهنطير knowing. فالإجابة عندي هتبقى c أو d. ايه الفارق بين الاثنين؟ الهايفن اللي اتحطت. لما يكون جايب الاسم بعدها يبقى احنا محتاجين الهايفن. هادي الاسم جايب بعدها تبقى a well known fact. يحط الهايفن. إنما لو جايب في الآخر بدون اسم بعدها. مش محتاجين الهايفن وقتها. الهايفن ليه الشرطة الصغيرة دي. اللي بتعملها compound adjective. بتبقى صفة مركبة. space you say is unbelievable. is the verb بتاع الكلمة اللي موجودة قدام. بل هو الشيء اللي انت بتقوله. اللي هو the thing that you say. بعدها نقول the thing that. هقول what. what اللي هو subject. الفاعل. الشيء اللي انت بتكلم عليه. فالفاعل عندي what. what you say is unbelievable. اللي انت بتقوله ده لا يصدق. that ما تنفعش. إنه هنا هحط كلمة that. هتبقى that you say. إن انت بتقول. إن انت بتقول ولا اللي بتقوله. كلمة what equal the thing that. ذات. الشيء اللي انت بتقوله. هو طبعا ما تنفعش. ولا which. our civilization. الحضارة بتاعتنا. space is the oldest in the world. الحضارة ده شيء. ده مش مكان. what ما تعدش على كلمة قبلها. that or which. إيه الفارق بين الاثنين. خلي بالك مع ذات مش بنحط punctuation قبله. مش عايز اسمع comma that. هتبقى comma which. ده الفارق بين الاثنين في الجملة دي. I don't know space making this noise. ومعرفش مين اللي بيعمل الدوشة دي. اللي هي who is. The person who is making that noise. but all of you must keep quiet. الكل لازم يهدى. لو حطينا هو بس محتاجين verb. مينفعش أقول who making. اتفقت معاك. in the relative. pronouns. اللي هي ضماير الوصل. لازم تصرف معاها فعل. فمينفعش أقول مثلا. who making. بتشويس دي في مشكلة. نفس الفكرة ذات making ازاي. who's بتدي ملكية. يعني محتاج بعدها اسم. تبقى who is. the equal who is. ادي الفعلة. who is making noise. the mobile phone cost. so space that I couldn't buy it. عايز أقول cost a lot of money. بس مع so بنحط so much. لو بتكلم عن حاجة جامعة تبقى so many. لو عايز أقول قليل هتبقى so little. لو حاجة قليل وبتتعد وجامعة تبقى so few. إنما مع such بحط معاها a. such a lot of. such a little. such a few. هضراف لو هي حاجة كتيرة يعني. a little لو حاجة قليلة ومش بتتعد. a few لو حاجة قليلة وبتتعد وتكون جامعة. فcost so much. اللي هي مصد بها so much money. اللي هو cost a lot. بدل مكتب a lot أصبحت so much. don't worry. the lecture is easy space to study alone. يبقى lecture is easy a. هنا كاتب two infinitive. two infinitive. two المصدر يبقى احنا عايزين الناحية التانية enough. أو two. two طبعا بتدي نفي معنى منفي. enough ممكن تيجي مع الاتنين. بس خلي بالك كلمة enough بتتحط بعد الصفة أو الحال. يعني بقول easy enough. والتون برضو هنا بقولك don't worry. ما تقلقش. يبقى the lecture is easy enough. سهلة بشكل كافي. لانك تذكرها لوحدك. لو هنقول so تبقى so easy. وتاخد that مش do. لكن كاتب easy في الاول. يبقى لو عندنا adjective صفة أو حال. هنحطه قبل كلمة enough. لو هتحط so أو هتحط to. فبجيب بعدي الصفة أو الحال. برضو ما تنساش ان كلمة enough. وكلمة to هي اللي بتاخد to المصدر. فهنا ما تكنش تنفع easy to. كان ممكن اقول too difficult. too story alone. والمعنى هيختلف. too difficult. يعني صعب جدا على انك تذكره لوحدك. I don't know the name of the factory in. هنا في حرف جر. مقدرش احط حرف جر مع كلمة where. لان كلمة where يعتبر relative adverb. يعني ظرف. كلمة where دي اصلا فيها حرف جر. يعني هي مكونة من حرف جر واسم. لذلك مش بحط معاها حرف جر تاني. ممفعش اقول in where ولا in when. يبقى هنا the factory. the factory in which Farid works. عايز ترجع زي ما كانت. Farid works in this factory. Luxor space monuments are famous everywhere. وهنا مديني اسم. مديني اسم احنا محتاجين ملكية. ملكية يعني who's. اي هي رب تحط بعدها اسم. عايز تباكد من الجر بتاعتك ممكن اشير كلمة Luxor. وحط هنا it's. يعني في الفراغ ده او في ال space ده احط كلمة it's. it's بتاعت ملكية. عوض عنها بهوز. my uncle works for the company. space has developed a vaccine. بقى الشركة هي اللي has developed. هي الفاعل. هي اللي طورت. احنا ممكن نحط it. it has developed. فاشير كلمة it. هنا جاية كفاعل. فتبقى which. عايدة على الشركة. هي اللي عملت كزا. مش who's عشان مفيش ملكية. مفيش برضو بعدها اسم. مش where عشان ده. مش المكان اللي جواه بيحصل كزا. ولو المكان اللي جواه بيحصل حاجة فاحنا محتاجين بعد where فاعل وفاعل. لكن هنا حطت الفاعل على طول. يبقى هي اللي عملت كزا. مش اللي جواها حصل كزا. مفيش جواها فاعل وفاعل. مفيش هنا فاعل وفاعل. في فاعل على طول. وكلمة وقت مش بتعود على اسم قبل. مستر كريم. space loves in luxor. يبقى مستر كريم ده شخص. هو اللي عايش. هو الفاعل. إنه عندي كلمة lives ده الverb. يبقى اللي بيعيش. فتبقى هو. طب ليه مش ذات عشان القامة اللي موجودة. احنا دفعنا كلمة ذات ما تتحطش قبلها أي punctuation. These famous sonnets are poems. الجملة دي جملة كاملة. These famous sonnets ده الفاعل. الفاعل عندي are poems. مبدئيا ما قدرش أصرف فاعلين لنفس الفاعل. مبدئيا ما نفعش أقول. These famous sonnets are poems were written. طب انت صرفت ازاي الفاعل. وهنا كده كده في فعل موجود. فهنحط التصريف تالي. past the participle. إنه هو عايز مبدل المجهول. كاتب باي ويليام شاكسبير. فهنحط التصريف تالي. تبقى. These famous sonnets are poems which were written. مش which written على طول. ومفروض تبقى which were written. إن احنا قلنا relative pronouns. ضماير الوسط لازم أصرف معاها فعل. فهتبقى written على طول. written by ويليام شاكسبير. منفعش نصرف فعلين وراء بعض بالمنظر ده. ومش هي اللي بتكتب. هي المكتوبة. فهنحط تصريف تالت. عشان برضه في بعدها باي. وبكده هي المكتوبة. مش هي اللي بتكتب. الازهر بارك. space we used to go. تعالنا نرجع زي ما كانت. we used to go to الازهر بارك. وده المكان اللي احنا بنروح لي. فهنحط كلمة where. ذات ما تنفعش عشان فيه كاما. which. مفروض تبقى which we used to go to. اللي هي go to the part. فلو هنا فيه two. كنا اخترنا which. لكن عشان ما فيش حرف جر. فخلاص. نحط كلمة where. اللي هي أصلا. جواها حرف جر. الناس دول دنيتهم ايه. اللي هما حكموا. ايجبت. دول اشخاص. فاتبقى هو. ممكن نشيل اللي في النصة. هو between two commas. فنشيلوا. who's مدية ملكية محتاج بعدها اسم. whom بتكلم عن المفعول. احنا مصرفين فعل. انا عايزين الفاعل. which. عايدة على شيء. احنا متكلم على الاشخاص. الشخص اللي تقاعد. برضو ذات ما يتحطش قبلها اي punctuation. وهوم بتيجي مع المفعول. وهنا انت مصرف فعل. فمنفعش هوم. who. who has retired. who has retired. تمشي كده. دي اختصار who has. أو who is. who's بتدي ملكية محتاج بعدها اسم. فيش اسم بعدها. my neighbor's baby. space. i'm caring for. ننفعش اكتب. who is. i am caring for. لانه who is. طب ازاي who is. i am. متجيش. whom i am caring for. ان هو ما كانه مفعول. رجع جميعنا زي ما كانت. i am caring for him. يبه هو كده مفعول له. هاتكلم عن شخص. هتبقى who مظبوطة. خوز بتاعت ملكية محتاج بعدها اسم. ذات. ما تحطش قبلها اي punctuation. This is the interesting novel I wanted to lend you This novel The novel There is no place to put where There is no place to put where There is no place to put where There is no place to put who That can put who Which of the following is structurally correct As in the correct grammar I read the book Which you will lend it to me I read the book which you will lend to me نحن بنحط which who Will relative pronouns دمائر الوصل عشان أمنع التكرار مش عشان أكرره تاني فالمفروض it هنا تبقى متشالة I read the book you lend to me كده مزبوطة من شوية قلتلك لو أنا عندي noun لو أنا عندي اسم وعندي اسم تاني وعندي هنا فعل أعرف أنه كان في ذات في الجملة بس هو شاطبها فلما أقولك I read the book ده اسم You ده ضمير Lent ده فعل فأعرف أنه كان في ذات في الجملة دي بس هو شاطب أو which I read the book What What متعودش زي ما احنا اتفقنا على اسم أبل I read the book You will learn it ننفعش لو ما فيش it تبقى رجابة صح اللي هي تبقى choice B Which of the following is structurally incorrect أي المستيق بقى أي الغلطة I will never forget the advice you gave me I will never forget the advice you gave اللي هي ذات you gave اسم وضمير اللي هي بيحل محل اسم وفعل دي مظبوط What you say is unbelievable What the real اللي هو ما صديها the thing that الشيء اللي انت بتقوله is is the real بتعوض بيشغال I think the young man who had helped my father with his problem مظبوطة هو عيد على دمان فأكيد اللي فيها مشكلة choice D Do you know that writer who plays have مفروض تبقى whose plays اللي هو مسرحيات مش هو plays have plays هنا اسم عناها مسرحيات طرح ما في اسمي ما احنا عايزين ملكية ملكية يعني أصل الجملة كانت his plays مسرحيات or space ماذا المكتب his هعوض عنها بإيه بهوز بديل اللي فيها مشكلة هنطلع على المستيك طبعا اللي متكرر هنا the new secretary وهنا her فتعال نشوف this is the secretary about whom I told you لو في حرف جر نحط about whom مش about who هو ما تحطش قبلها حرف جر طعا طيار لكن هنا حطي اللي هوم فهنقبلها دي مفاش مشاكل this is the secretary who I told you about فيش أي مشاكل هو عيد على قبلها وخلى حرف الجر جاي في الآخر this is the secretary I told you about her ايه دا في تكرار بقى هنا دي اللي فيها مشكلة this is the secretary I told you about was good in the secretary the noun دا اسم عيد ضمير بيحل محل الاسم وطول دا فاعل معنى كده انه كان في ذات في الجملة بس هو شاطبه دي شغالة لما انه يكرر ويحط her دي المشكلة انت بتحط الرأة البرناون ضمير الواصلي بدل الكلمة اللي فيها تكرار this is the secretary I told you about كده دي مزبوط يبقى الاجابة الصح هي C اللي هي فيها مشكلة is not correct next one after having been infected with COVID-19 بعد ما تعديت COVID-19 I became too tired to work زي ما احنا قلنا انه تو بتدي حاجة زيادة على النظوم فبتدي نفي too tired to work يعني مرهق او تعبان جدا على اني اشتغل يعني مش قادر اشتغل تعالى نشوف بقى ايه الاخبار this means that I became fit enough ده عكس الاجابة كيمة fit معناها رشيك صحيته كويس I wasn't so tired برضو عكس الاجابة I became so tired that I couldn't work ايوك كنت تعبان جدا من درجة اللي مش قادر اشتغل I was tired but I could work but بتدي تضاد لكن قادرت اشتغل طبعا مش نفس المعنى فرجابة الصحة هتكون c ندخل على بعده writing we use space to introduce lists لو انت هتدي lists او examples فبنحط Collins Collins اللي هي نقطين فوق بعض semi Collins اللي هي الفاصلة المنقوطة دي ممكن اجيب بعدها حاجة related يعني متعلقة بالموضوع دي بقى جملة كاملة a comma مش بتدي list لكن ممكن a comma تكون جوة list يعني انا لو هدي list زي ايه مثلا اقول لك I have bought three things اشتريت ثلاث حاجات فبعد ماقول I have bought اشتريت three things ثلاث حاجات احط Collins وابدأ ادي امثلة واحد قمع اثنين and ثلاث في الامريكان برضو بيحط قمع قبل and ما تيلاش ومش يختبر اكتنحط قمع قبل and ولا ما نحطش لهم اكتر من اثنين يعني فدي اسمها list ايه بال هيقدم list زي ما احنا اتفقنا السكلميش يعني علامة تعجب which of the following is punctuated correctly عايزين the correct punctuation I haven't put those shelves up yet ساد وليد دي فيها مشكلة ليه لان ساد وليد دي جملة مش كاملة والأولى جملة كاملة complete فالمفروض في كاملة هن بلي فيها مشكلة طاهر who lives next to us is a clever carpenter فالsubject عندي طاهر ده الفاعل الفاعل عندي is هنا في كاملة عشان الجملة اللي في النص جملة اعتراضية اللي هي بتاعت هو محتاجين من محتاجين كاملة ناحية الثانية عشان اقدر اشتب اللي في النص فالشويس بي كان نائس هكامة هنا Peter do you know the man who damaged Rami's car وهنا أنا بس أل Peter طالما أنا بكلم حد أو بخاطب حد أحط كما بعد اسمه بعد كده do you know the man who damaged Rami's car مظبوط أحط ملكية وRami بدأ بكابتال لتر وحاط question mark على انت استفهم عشان ده سؤال choice C مظبوط this is the boy who's made مفروض بwho has made فنقص apostrophe ده equal who has أو who is okay next one read this part of the essay and choose the correct answer during pandemics أسنائل أو بئة parents prefer homeschooling to help their children avoid being infected فالأباء الأب والأم بيفضلوا homeschooling إدراسة من البيت يعني to help their children avoid being infected عشان يعني يحفظوا على عيالهم يعني ويساعدوا من هما ما يتعدوش despite this temporary procedure بالرغم من الإجراء المؤقد ده I'm a strong supporter of learning at school أنا بدعم إدراسة في المدرسة الرغم إن فينا شايفة كذا لكن أنا عنده وجه نظر تاني It's much more beneficial than homeschooling أفضل بكتير من homeschooling according to statistics طبق الإحصائيات at school students learn much better because they have actual interaction with their teachers عشان الطلبة بيكون عندهم تفاعل واقعي مع teachers تفاعل حقيقي furthermore بلضافة لذلك they can practice activities ممكن يكوموا بأكتفت بأنشطة a lot more effectively بلضافة لذلك they receive their lessons in a natural atmosphere at a school where they gain knowledge and have useful competition with their classmates this in turn ده بقى هيعود عليه بأي this in turn could have a great effect on their achievement معنا الفوكس على فكرة إيه على فكرة إن المدرسة أفضل والتعلم في المدرسة أفضل على الرغم من الأوبئة المنتشرة this could be a part of a space essay persuasive essay 100% صح persuasive معناه إقناعي وأنا عايز أقنعك بوجهة نظري وعايز أقولك إن التعلم في المدرسة أفضل بكتير narrative دروائي أو قصصي ماينفعش descriptive يعني وصفي وده مش وصفي argumentative يعني جدلي فبجيب فكرة وعكسها أو فكرة وفكرة تاني ولكن هنا الفوكس كله على فكرة إيه إن المدرسة أفضل بكتير من أي حاجة لو كان بالديني بعض الناس شايفين إنها positive وبعض الناس شايفين إنها negative فكان ممكن أخطار choice D لو في مقارنات لكن البسج كلها أو الparagraph كله ماشي باتجاه واحد بفضل المدرسة supports learning supports learning at schools for future benefits عشان فوائد المستقبل بيدعم الدراسة في المدرسة طبعا tends to support a mixture لا هو مش عامل mixture هو بيدعم الدراسة في المدرسة فقط furthermore بتدي إضافة إيه كمان بيدي إضافة بيدي addition moreover بتدي إضافة in turn تدي كعائد كنتيجة للموضوع according to معناها نسبة لي وطبقا لي despite معناها بالرغم من بتدي تضط okay translations it is quite clear that modern culture and civilization have become dependent on science and technologies أصبح من الواضح in the modern culture الثقافة الحديث with civilization الحضارة have become dependent معتمدين على science with technologies they have become an integral part أصبحوا جزء أساسي مهم of life according to the needs and requirements of the people من الواضح تماما أن المعلومات والحضارة الحديثة المعلومات مفيش معلومات هنا the choice A في مشكلة من الواضح تماما أن الثقافة والحضارة الحديثة هي مفروض تبقى الثقافة الحديثة بس احنا نكمل معك من الواضح تماما أن الثقافة والمعرفة الحديثة هي مش معرفة entire C من الواضح تماما أن الثقافة والحضارة الحديثة حتى الجزء الأول هو شغال أصبحت تعتمد have become أصبحت مش تعتمدان عن متى أصبحت تعتمد على إيه؟ على العلم والتقنيات اللي هي technologies مع وجودة لقد أصبحوا جزءا لا يتجزأ من الحياة وفقا لاحتياجات ومتطلبات الناس ناحية تاني لقد أصبحوا جزءا كبيرا من الحياة هي مش جزءا كبيرا هو جزء هام integral part جزء لا يتجزأ وهنا ببعض تمديني وفقا لمواردنا ولا وفقا لاحتياجات الناس هي مش بتكلم على الموارد وبتكلم على needs needs يعني احتياجات فكده الإجابة الصحة تبقى بي هناك العديد من العناصر الأساسية لتشكل كل الثقافة مهما اختلف نوعها ومن أهم هذه العناصر البيئة الجغرافية والروابط الأسرية واللغة ونوعية التعليم والمعتقدات والقيام there are many minor elements كام عن عناصر أساسية minor يعني مش أساسي حاجة بسيطة حاجة قليلة الأهمية minor ما تنفعش basic أساسي basic هنا مديني many وهنا مديني a few وهنا مديني العديد يبقى كلمة a few ما تنفعش يبقى كده رجاء بتاعتنا تبقى B أو D تعني نشوف D there are many basic elements that make up every culture while every civilization حضارة ولا ثقافة ثقافة يبقى انتار civilization civilization معناها حضارة ثقافة اللي هي choice D regardless of its type and the most important of these elements are the geographical environment اللي هي البيئة الجغرافية وهنا historical اللي هي التاريخية فالإجابة الصحة هتكون D هنا هنقرأ القصة كويس قوي ونحاول نعبر عادي مفيش مشاكل ودرب نفسك على الأسئلة حاول تجاوب تشوف إيه الأخبار إيه بتاعت القصة تلاقي critical thinking يعني الأسئلة بتاعتها تفكير مضي فأنت ممكن الجاعة بتاعتك تختلف عن غيرك بس إن شاء الله تاخد الدرجة حاول بقدر مكان تعبر بشكل بسيط ما تحاولش يعني دي كتب كتير عشان ما تغلج رحت شوية عندنا الأسئلة الأسئلة عندنا إيه how to keep our national heritage إزاي نحافظ على التراث القومي بتاعنا والثانية the importance of being bilingual أهمية إن أنت تكون سنائي اللغة أو تتحدث لغتين رحنا خلصنا الأسئلة تظهروني بقى فيديو ثانية كتير شدي حلوك شباب وربنا معاكم واشوفكم على خير